بهدف إنعاش الاختصاد الوطني من قلال فك عزلة البلاد جاءت الانطلاق الرسمية لصالون الاستثمار الدولي لأصحاب المشارع في نسختها الثانية والذي سيستمر لمدة خمسة أيام متتالية بهدف تسليط الضو على أصحاب المشارع الصغيرة والكبيرة وكذا جذب المستثمرين والترويج لهم المديرة العامة للوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات في كلمتها دعت الشباب للتقدم نحو الأفضل وابتكار المشارع وأن الوكالة ستقف معهم لمصاحبة المشارع التي يستعرضونها خلال فعاليات الصالون كما تناول فضل سلطان أهم الأنشطة التي ستقام خلال أيام الصالون أما وزيرة النقل وسلامة الطرق فاطمة كوكني بمناسبة الانطلاق الرسمي للصالون الدولي للاستثمار قالت أن المشارع التي ستقدم في هذا الملتقى تجعل من النقل أمرا مهما ويؤدي إلى التطور في الاتجاهات الإقليمية التي تربط بلادنا مع الدول الأقرى من أجل التنمية والإزدهار ورفع التحديات الماثلة أمام مبتكري المشارع وأختتمت المناسبة بذيارة الوزيرة والوفد المرافق لها في مختلف أجنحة المعرض الذي أقيم خصيصا بهذا المناسبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة